عايزة علق بس قبل ما نشوف جداري جمال عبد النصر ايضا اللي بيعترض عليه اهالي اسوان فيما يتعلق بهجوم وزير الصحة على الزعيم الراحل جمال عبد النصر ما زال يثير جدلا حتى الان اه وانا قلت يعني قلت طيب حنستنى كمان جايز وزير الصحة اه يوضح تصريحاته يعني لكن يعني من الواضح انه ما زال متمسكا بها اه حتى المكاسب حتى المكاسب اللي تحققت للمواطن المصري من خلال اه فورة يوليو متعلقة بمجانية الصحة والتعليم والمكتسبات الكثيرة لحقوق العمال والفلاحين هتبتدأ الضيع منه هل معقول وزير صحة مصر اه يهاجم مجانية الصحة في وقت الناس فيه مش لقية ادوية ومش لقية علاج في المستشفيات هل ده وقت مناسب حتى لو هزيه افكاره هل يصلح ان يكون وزيرا للصحة يعني حتى بعد ان ثبتت التجارب اثبتت التجارب الحية يعني التجارب الحية انه مستشفياتنا تم تدمرها بالكامل المنظومة الصحية نهارت بالشامل الادوية اه خلاص لم تعد موجودة مختفية او مرتفعة الاسعار المريض اه بيموت ببطء كمان اه ازود عليه واقول له انه مجانية الصحة هي سبب انهيار الصحة في مصر لا سبب انهيار الصحة في مصر يا فشل الوزير لو كل وزير عايز يغطي اخطاءه ويعلقها على شماعة المجانية او مكاسب ومكتسبات تحققت بفعل ثورات تاريخية في حياتنا اه مش مكانه يكون وزيرا للغلابة والمطحونين يعني الصحة اه لكل المواطنين بس المريض اللي مش عارف يتعالج هو اللي بيلجأ وبيستغيث اه بالمستشفيات الحكومية وهو اللي عنده وزير الصحة مالجأ وملاز لما يبقى وزير الصحة اه جلادا بهذا الشكل سواء في تصريحاتي او في افعاله يعني مش كفايا ان الناس بتموت ببطء مش كفايا ان الناس مش لقيه ادوية مش كفايا انه عقد صفقات مع شركات الادوية على حساب المرضى وكمان اه يقول لهم انه سبب انهيار المنظومة هي مجانية الصحة يبقى الشعار ادفع علشان مش عشان تتعالج كمان لا عشان تعيش او استعيش ادفع لمواطن اه خلاص اصبح مكهورا في كل شيء حتى الصحة هاخدها منه اه التصريحات ما زالت تثير جدلا شديدا والبعض حتى يطالب بالاعتذار اه مش للزعيم الراحل جمال عبد الناصر لا لمكتسبات اه اكتسبها المواطن ولا يجب ابدا انك تسحبها منه هي تسحبت منه اه على ارض الواقع لكن كمان اه مش هسحبها بتصريحات بهذا الشكل ولا يمكن ابدا السكوت عليها